السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف ثاني متوسط لازلنا في جهاز التنفس وتحديدا لماذا سنتنفس؟ أو ما سبب التنفس؟ وما هي أمراض الجهاز التنفسي؟ ذكرنا أن الوحدة الثالثة تحتوي على فصلان الفصل الخامس جهاز الدوراني والمناعة وانتهينا منه بالكامل أما الفصل السادس فهو يتكلم عن جهاز الهضم والتنفس والإخراج انتهينا من الهضم تبقى لنا التنفس والإخراج الفصل السادس يتكون من درسان الدرس الأول الجهاز الهضمي والمواد الغذائية أما الدرس الثاني فهو جهاز التنفس والإخراج نسترجع سريعا ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس الأهداف وصف وظائف الجهاز التنفسي شرح كيف تتم عملية التبادل بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الرئتين والأنسجة تحديد المسار الذي يسلكه الهواء من الرئة إليها توضيح تأثير التدخين في الجهاز التنفسي نتعرف عليه اليوم التمييز بين جهازي الإخراج والبول وصف عملية أو عمل الكلية وضح توضيح ما يحدث إذا لم تعمل أعضاء الجهاز البولي بشكل صحيح أما الأهمية تعتمد خلايا الجسم على الجهاز التنفسي للحصول على الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون يساعد الجهاز البولي على تنقية الدم من الفضلات الخلوية مراجعة المفردات الحجاب الحاجز هو عضلة توجد تحت الرئتين تنقبض وتنبسط لماذا؟ لتساعد في عمليات إدخال وإخراج الغازات من وإلى الجسم المفردات الجديدة البلعوم القصبة الهوائية القصيبات الهوائية الحويصلة الهوائية النفريدات الحالب والمثانة توقفنا في حصتنا الماضية عند نشاطنا المنزلي نشاط سؤال واحد اختبر نفسك صفحة 185 أذكر أو أذكري ما هي الوظائف الرئيسية للجهاز التنفسي؟ نسترجعها سويا ما هي الوظائف؟ نعم أولا تخليص الجسم من الفضلات الغازية من خلال الزفير أما الثاني تزويد الجسم بماذا؟ بغاز الأكسجين من خلال عملية الشهيق حيث يستخدم الأكسجين في سلسلة من التفاعلات الكيميائية في داخل الخلايا لإنتاج الطاقة ويسمى التنفس الخلوي أحسنتم السؤال الثاني صف أو صفي عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والفضلات الغازية في الرئتين والأنسجة كيف يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأكسجين نعلم أنه يتم من خلال التنفس لكن كيف تتم عملية التبادل؟ أحسنتم تتم من خلال بين الشعيرات الدموية والحويصلات ذكرنا أن الحويصلات الهوائية تحاط بمجموعة من الشعيرات الدموية يتم من خلالها تبادل غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين بالتبادل إذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون تقل الأكسجين وبالتالي يبدأ خروج ثاني أكسيد الكربون أما إذا قلت نسبة الأكسجين أنا أرفع الأكسجين من خلال إدخاله وإخراج ثاني أكسيد الكربون إذن بعملية التبادل إذن يتم تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية من خلال الغشال بلازمي والشعيرات الدموية عن طريق حملية الانتشار ثم تنتقل إلى الدم تطرقنا في حصتنا الماضية عند عملية تبادل الغازات ولكن لماذا نتنفس؟ ما سبب التنفس؟ وكيف نتنفس؟ بالتأكيد الشهيق والزفير لكن ما السبب؟ من الذي يحرك ذلك؟ ذكرنا أن عملية التنفس هي الحصول على الأكسجين اعتمادا على نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم من الذي يقوم بهذه العملية؟ الدماغ لاحظوا أن جميع العمليات التي في الجسم تحدث تعتمد على ممتاز على الخلايا العصبية أو الدماغ الذي يقوم بعملية إرسال رسائل إلى الجسم من خلال انقباض وانبساط العضلة الحجاب الحاجز وبالتعليل إخراج وإدخال الأكسجين أو طرد ثاني أكسيد الكربون فيرسل إشارات إلى عضلات البطن والصدر لتنقبض وتنبسط دون أن تحتاج إلى تفكير لاحظوا دون تفكير ماذا يعني ذلك؟ هل التنفس نتحكم به؟ أم التنفس لا نستطيع التحكم به؟ مبدأ التنفس الخلوي الخارجي اللي هو الشهيق والزفير يعتمد على حركة الحجاب الحاجز وأيضا اختلاف الضغط أو نسبتي الأكسجين وأثاني أكسيد الكربون في الدم حركة الحجاب الحاجز ستساعدني في زيادة حجم ممتاز التجويف الصدري أو تقليصه بالتالي هذه الزيادة والاختلاف تؤدي لاختلاف الضغط لما ثاني أكسيد الكربون أو الأكسجين بالتالي على أساسه يتم عملية انتشار هذه الغازات من الذي يحرك ذلك؟ ذكرنا أنه الحجاب الحاجز ينبسط مسببا في التغيير حجم التجويف الصدري من ثم يتغير ضغط الهواء داخل الرئتين فيساعد لحركة الغازات من وإلى الرئتين شاهدوا معي هذا الشكل صفحة 176 في عملية الشهيق ماذا حدث للحجاب الحاجز؟ منتاز ينزل للأسفل إذا نزل الأسفل ماذا يحدث التجويف الصدري؟ لاحظوا ماذا يعني ذلك؟ على الجانبين يزداد حجم التجويف الصدري بالتالي شهيقه إذن أنا أسحب كمية كبيرة من الأكسجين فيتسع الحجاب التجويف الصدري فيأخذ كمية كبيرة من الأكسجين أما في الزفير ماذا يحدث للحجاب الحاجز؟ يرتفع للأعلى وبالتالي التجويف الصدري يصغر بالتالي يزداد ضغط ثاني كسيد الكربون فيها وبالتالي سيخرج الغاز أحسنتم إلى الخارج لكي نعرف تأثير التجويف الصدري أو حجم التجويف الصدري وتأثيره على إدخال وإخراج الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون نشاهد هذا الاستقصاء العملي مقارنة مساحة السطح الهدف من هذا النشاط ملاحظة الزيادة في مساحة السطح الناجم عن الحويصلات الهوائية ما هي الأدوات التي سنحتاجها؟ أنبوب كرتوني مقوة مثل ورق المنادي لللف أو حتى ورق القصدير أي نوع من الأنبوب الورقي الكرتوني كرات زجاجية أو بلاستيكية استخدمنا اليوم بلاستيكية وعاء آلة حاسبة وقلم الخطوات نبدأ سويا نحتاج إلى وضع عدد من الكرات في داخل الأنبوب نبدأ سويا شاهدوا معي هنا وعاء وأنبوب كرتوني ولدينا مجموعة من الكرات بلاستيكية الخطوات رح نضع حتى نملأ هذا الوعاء بعد ذلك نحتاج إلى كتابة كم عدد الأنبوب هذا كم عدد الكرات التي ملأت هذا الأنبوب نكرر الخطوة ثلاث مرات ونلاحظ عدد الكرات نبدأ الخطوة الأولى نعد سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نرفع الأنبوب نضعه وصلنا كم العدد نحطه في الخانة الأولى ثمانية نكرر الخطوة الثانية على نفس الكرات ما نشي الكرات نخليها كما هي نضع الأنبوب نحرك بس الكرات عشان تثبت نضع الآن الكرات الموجودة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الآن أصبح عندنا سبعة المحاولة الأخيرة نفس الكرات ما نشيلها نشوف الآن كم نثبت بس عشان يثبت الأنبوب ونضع الآن الكرات نشوف كم هيأخذ عدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أصبح عندنا خمسة هذه عدد الكرات اللي ملت في ثلاث مراحل أو ثلاث محاولات كم المجموعة كم أصبح المجموعة ثمانية وسبعة أربعة خمسة عش وخمسة عشرون المطلوب حساب مساحة سطح عدد الكرات نشاهد المسألة إذا كان مساحة السطح الإجمالي للأنبوب مائة وواحد وستون فاصلة تسعة وعشرين سنتيمتر مربع مساحة الكرة الوحدة ثمانية فاصلة ستة من مية سنتيمتر ما هي مساحة سطح مجموعة الكرات كلها المجموعة الكرات كم عشرين مساحة السطح رح أضرب العدد الكامل هذا بالوحدة مساحة الوحدة للكرة الوحدة حيكون عندي عشرين ضرب ثمانية فاصلة ستة من مية كم حيكون مائة وواحد وستين فاصلة اثناء هذا الرقم ليس هو هذا الرقم طيب ماذا نستفيد من هذا النشاط نفس العدد صح؟ هل أنا في عملية التنفس أبغى كمية اللي أدخلها بالأكسجين هي نفسها الكمية مرة أخرى أنا كررت العملية فهذا مرات هل أريد أنا كررها بكمية واحدة هل يعني ذلك أنه هذه الكمية حتكفي جميع الجسم لا لذلك نحتاج أن نزيد مساحة مين الأنبو تذكروا معي القصبة الهوائية عبارة عن إيش ذكرنا على شكل حرف سي ليه لماذا حتى تزيد مساحتها الأنبوب ما هو مقفل زي هذا الأنبوب القصبة نصف دائرة بالتالي يسمح بزيادة أثناء عملية الشهيد أنا ما أبغى أدخل بس كمية بسيطة من الأكسجين أنا أبغى أزيد في كل مرة كمية الأكسجين الداخلة إلى الجسم وبالتالي يزداد معي الحجم تجويف الصدري إذن قارم مساحة السطح الداخلة للأنبوب بمساحة الكرات ذكرنا أن الرقمين متساوي وأنا ما أبغى الرقم يكون متساوي لماذا؟ أنا أحتاج زيادة أكسجين بالتالي أحتاج أنه أزيد مساحة مين؟ مضاعفة سطح الأنبوب هذا عشانه أنبوب كرتوني دائري محكم ما فيه زيادة لو كان يزيد أو يتمدد كان ممكن الأعداد كل مرة تزيد في الكرات صح أو لا؟ بدل ما تكون ثمانية وسبعة وخمسة ممكن تكون ثمانية وأكثر مثلا عشرة وهكذا السؤال الثاني إذا مثل الأنبوب بالقصبة الهوائية اللي قلناه قبل شوي فماذا تمثل الكرات؟ نعم تمثل الكرات هي الحوصلات الهوائية السؤال الذي يليه استعمل أو استعملي هذا النموذج لتفسير عملية تبادل الغازات في الرئتين بفاعلية كيف أجعلها أفضل من كذا كيف خلي الأرقام تكون أكثر من ذلك يمكن تبادل كمية أكبر من الغازات عند وجود مساحة أكبر كيف خليها مساحتها أكبر هذا أنبوب ورقي لكن في القصبة الهوائية ما الذي يساعدها؟ أحسنتم نصف الدائرة حرف السي هذا يزيد من مساحة القصبة وبالتالي يدخل كمية كبيرة وأيضا التجويف الصدري يزداد إذن لماذا نتنفس؟ نحن نتنفس حتى نستطيع إدخال الأكسجين من خلال مساعدة الدماغ أو رسائل الدماغ هل يمكننا التنفس أو التحكم بالتنفس؟ ولو بمثلا نقول دقيقة لفترة معينة هل نقدر نكتم نفسنا؟ نقدر؟ تلقائيا نتنفس للتحذير انتبهوا تفعلوا هذه الطريقة الآن أو في أي وقت أو مع أحد من أصحابكم هذه الطريقة خطرة لماذا؟ لأنه نحن لا نستطيع نتحكم بكتم النفس أو التنفس حتى لو كتمنا لمدة نصف دقيقة يبدأ مين؟ الدماغ يسيطر ويرسل رسائل إجبارية بحدوث عملية التنفس لأن هذه العملية لا إرادية جميع عضلاتنا الداخلية عضلاتهم ملساء لا إرادية أما القلبية طبعا عضلات قلبية خاصة بها أما في العظام الهيكل عضلات هيكلية بالتالي إرادية نقدر نتحكم فيها أما الداخلية من المسيطر لها؟ الدماغ لذلك عندك كتم النفس ولو لدقيقة يبدأ الدماغ ينقص نسبة الأكسجين يرسل رسائل لابد من عملية التنفس عندما يحدث انسداد في مجرى الهوى لأحد الأشخاص ذكرنا في البلعوم يوجد اللهاة طيب وظيفة هذه اللهاة تغلق مجرى التنفس عند التنفس مجرى عفوا مجرى الطعام عند التنفس أما إذا أنا باكل أو مجرى في وقت الأكل حقفل مين؟ حتقفل مجرى التنفس حتى ما يذهب الطعام إلى مجرى التنفس فاللهاة تنظم مسار الهوى والطعام لكن لو حدث أن شخص أصبح له اختناق ما الذي سيحدث؟ ما هي الإجراءات؟ يجب استعمال عملية الدفع البطني ما هي هذه العملية؟ فقط في الحالات الطارئة كذلك للتذكير لا تفعلون هذه الطريقة دون الحاجة فقط نتعلم هذه الأزعافات عند الضرورة ننفذها عند الضرورة لا يجب استطبيقها مع الآخرين فقط من أجل التدريب أو التسلية لكن عند حدوث ضرر ما هي عملية الدفع البطني؟ موجود لدينا في صفحة 177 إذا دخل الطعام في مجرى التنفس سيحدث غصة نسميها الغصة أو الاختناق نقوم بهذه العملية لمساعدة اللوها أنها تدفع من خلال دفعها بالضغط ترتفع فتفتح اللوها ويعود المجرى لمجرى الطعام نشاهد العملية سويا نحتاج إلى قبضة اليد بحيث أن تكون هذه القبضة بهذا الشكل تذكرون في درس قبضة القلب أن هذه القبضة هي تمثل القلب فنحن بنفس القوة نريد أن ندفع بها التجويف الصدري نطبقها سويا لدينا هنا دمية سأضع هذه الدمية أمامي لو كان هذا الشخص هو المصاب أحتاج إلى قبضة اليد بهذا الشكل أين أضع قبضة اليد مو على صدر أبدا أحتاج إلى وضعها أنا من من اللي يتحكم في عملية التنفس الحجاب الحاجز صح؟ لذلك لابد أن تكون عند الحجاب الحاجز في التجويف البطني فبالتالي ستكون الضغطة بهذا الشكل إلى العالة حتى هو يقوم بعملية دفع أنا أدفع مين الآن؟ أدفع التجويف الصدري بالتالي سأحرك مين؟ سأحرك الحجاب الحاجز لأنه هو العضل التي تحرك التجويف الصدري فيرتفع للأعلى ومن ثم يدفع بالغصة أو باللقمة هذه إلى مجرى الصحيح لها تفكير ناقد لماذا يعد من الضروري وضع القبضة أسفل الضلوع مو على الصدر أسفل الضلوع ما السبب؟ أو لماذا لماذا أضعها على منطقة السرة مثلا؟ لماذا هنا؟ لكي تكون القبضة أمين من المحرك عندنا الحجاب الحاجز فتأثر فيها بقوة فأنا لما أضغط على الحجاب الحاجز بقوة ماذا يفعل؟ يرتفع للأعلى وإحنا قلنا إذا ارتفع للأعلى وش سوى بالتجويف الصدري يصبح صغير وبالتالي يبدأ فيه يرتفع فيه الضغط ومن ثم يقوم بعملية طرد الغصة أو هذه اللقمة للمجرى الصحيح أحيانا نسمع أو نرى كثيرا من الأشخاص لديهم عملية الشهاق أو ما يسمى الفواق هذه العملية نتيجة لتشنجات أو انقبضات في أضلات الحجاب الحاجز نتيجة ماذا؟ دخول الهواء بصورة مفاجئة وقد تحدث هذه العملية أو هذا الشهاق أو الفواق إذا لم ينتج عن ردة فعل منعكس اللي هو انسداد لسان المزمار أو اللها لمنع الصمام من دخول الطعام وبالتالي يستمر بالشهاق إلى أن يبدأ ينتظم دخول الهواء جيدا يعتبر خطير هذا الشهاق إذا استمر لأكثر من 48 ساعة لكن عادة لا يدوم طويلا يعني فترة قصيرة فبالتالي يعود إلى وضعه الطبيعي لو طلب منك أو منك كتابة بعض الأشياء التي ممكن أن تضر جهاز التنفسي ذكرنا الأشهاق أو الغصة هذه آثار بسيطة ولكنها ليست أمراض ما هي المسببات التي قد تكون سبب في تأثير في أمراض الجهاز التنفسي أحسنتم التدخين أيضا الغبار ممتاز الفيروسات البكتيريا حبوب اللقاح دخان المصانع جميعها تعتبر مسببات ما هي الأمراض أو ما هي الآثار التي تسبب التدخين وبعض المواد الكيميائية والمواد المصرطنة أو الدخان الناتج عن هذه المواد أحد هذه المسببات أيضا الكائنات الدقيقة لعلكم تذكرون حينما أخذنا أمراض غير المعدية أو المزمنة منها الحساسية ذكرنا أن الحساسية هناك من لديهم حساسية من الغبار التي تسبب لهم بسبب مايكروبات أو حبوب لقاح موجودة في هذا الغبار كائنات الدقيقة مسبب أيضا لهذه الأمراض أيضا المواد الغريبة مثل حبوب اللقاح جميعها تعتبر مسببات لأمراض الجهاز التنفسي أمراض الجهاز التنفسي نوعين برضو كما درسنا سابقا أن الأمراض معدية أو غير معدية المعدية الرشح والزكام معدي المزمنة التي هي غير معدية ولكنها مستديمة التهاب القصيبات أو انتفاخ الرئة أو سرطان الرئة أو الربو الرشح والزكام الرشح والزكام نبدأ بأولا بالأمراض المعدية يعتبر الرشح والزكام والإنفلونزا من الأمراض المنتشرة في الجهاز التنفسي تسبب احتقام في من؟ غالبا يكون الألم في البلعوم وتهيجه وبالتالي دائما ينتج عن هذا التهيج ظهور دائما السعال والبلغام لذلك تحرص وزارة الصحة دائما وتنبه في فصل الشتاء تحديدا على أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية لتقليل الإصابة بهذا المرض علينا أيضا التزام بالكمامة لأنها بحماية لنا بعد الله بإذن الله بالنسبة للأمراض المزمنة أولا نبدأ بالتهاب القصيبات القصيبات اللي هي موجودة من؟ هل نقلنا قصبة سهل تتفرع هالقصبة إلى فرعين في كل رئة اسمها قصيبة القصيبات يحدث فيها التهاب من الداخل هذا ماذا يعني؟ كالشرايين هو كلسترول مثلا لا هنا هذا تهيج بالتالي هذا التهيج يجعل مسارها ضيق جدا بالتالي بما أنه ضيق ما رح يدفع مرور الأكسجين أو تخلص من ثاني أكسيد بالكربون فينتج عنه احتقان وكثير من المخاط هذه شكل قصيبات السليمة لاحظوا أن الممر مناسب بينما المليئة بالمخاط أو فيها التهاب تكون المجرى ضعيف جدا التدخين أو التدخين التبغ واستنشاق المواد الكيميائية يزيد من وجود الخلايا المخاطية المبطنة لهذه القصيبات انتفاخ الرئوي من اسمه انتفاخ الرئوي ماذا سيحدث بالرئة؟ الحويصلات تصبح كبيرة مرة لاحظوا نحن نعرف أن الحويصلات على شكل عنقود عنق هذا الطبيعي أما هنا تنتفخ وهذا الانتفاخ بالتالي يزيد حجمها ولا تحبل أو لا تكون مملوئة مملوئة بالأكسجين بل مملوئة بثاني أكسيد الكربون يزداد فيها كمية ثاني أكسيد الكربون هذا شكل شخص مصاب بانتفاخ الرئة لاحظوا كيف الرئة منتفخ وهنا الرئة الطبيعية انتفاخ الرئوي تشبه الحويصلات عند المصابين به بالبالون الذي منفوخ بأكبر شكل من الهواء الرابو جميعنا نعلم أن الرابو هو عدم القدرة على التنفس وكثرة السعال وهو ناتج عن انقباض سريع لمن قصابيات الهوائية ينشع عن بسبب ممتاز بعض المواد الغريبة المثيرة للتحسس مثل رائحة السجائر أو حبوب اللقاح أو أي مواد كيميائية مصردنا ما هي مسببات الرابو؟ لاحظوا عندنا حبوب اللقاح بعض الناس حشرات الجو البارد دائما تكثر ضيقة تنفس لمرضل لمرضل الربو في فصل الشتاء كذلك الغبار التدخين التلوث الهوائي بشكل عام أيضا الحالات النفسية تزيد من حالات الربو الإجهاد والضغط أيضا وكذلك بعض الحيوانات كيف يتم علاج الربو؟ طبعا نقلنا مزمن بالتالي سيكون العلاج دواء مثبت وليس علاج يزيل بالكامل يساعد الارتخاء القصيبات اللي هو مين؟ ممتاز البخاخ هذا البخاخ ماذا يفعل؟ نحن قلنا هو يسد في الاستنشاق أو المواد التي تدهل تسد المجرى بالتالي هو ماذا يفعل؟ يجعلها ترتخي وبالتالي تنفتح هذه القصيبات ومن ثم يسهل دخول وخروج الهواء رابعا سرطان الرئة لاحظوا هذه رئة طبيعية وهذه مصرطنة ما السبب الرئيسي؟ تنفس القطران أو استنشاقه الناتج عن التدخين يصعب اكتشاف سرطان الرئة من المراحل الأولى لماذا يصعب اكتشافه؟ هل كمرض الإيدز؟ أنه يختبي مثلا؟ هذا كفايروس أما هنا ممتاز يصعب اكتشافه لأنه قد يبدو في البداية كالتهاب مزمن فقط في القصيبات مسبباته مسبباته طبعاً التدخين وأصعب نوع هو التدخين السلبي ما هو التدخين السلبي؟ ليس المدخن المرافق للمدخن يكون التدخين لديه أو السبب الرئيسي له بإصابة السرطان لذا يعتبر التدخين أهم مسببات أمراض الجهاز التنفسي أضرار التدخين في سلطان الرئة تقريباً 23 مرة عند الذكور 11 مرة عند الإناث التهاب القصيبات وانتفاخ الرئة 5 مرات أمراض القلب أكثر من مرتين درجة الحرارة أو أضرار التدخين درجة الحرارة الناتجة عن التدخين والدخان وثاني كسيد الكربون قد تضر الخلايا يسمى بالتدخين السلبي كذلك المواد الكيميائية الناتجة عن التبغ مثل نيكوتين والقطران مواد أيضا ضارة بالخلايا إذن أضرار التدخين يسبب انقباض الأوعية ارتفاع ضغط الدم والغثيان والصداع تقلب المعدة ماذا تعلمنا هذا اليوم أعضاء الجهاز التنفسي الأنف والفم البلعوم الحنجرة القصب الهوائية والقصيبتان الهوائيتان وأخيرا الحويصلات الهوائية بالإضافة إلى الرئة والحجاب الحاجز وضائف الجهاز التنفسي يتحرك الصدر خلال التنفس الذي يدخل الهواء والتخلص من الفضلات يستهلك التنفس الخلوي الأكسجين ويحرر الطاقة من الجليكوز لماذا نتنفس؟ يرسل الدماغ رساعل العضلات إلى عضلات الصدر والبطل لكي تنقبض وتنبسط مما يؤدي إلى التحكم في سرعة التنفس من أمراض الجهاز التنفسي عندنا التهاب القصبات والربو وسرطان الرئة طلابي وطالباتي دعونا نجيب على الأسئلة التالية كيف يساعد الحجاب الحاجز على التنفس في ماذا قرأت صفحة 176 كيف يساعد؟ أحسنتم من خلال حركة الغازات عبر الإنقباض والإنبساط للحجاب الحاجز نشاطنا المنزلي اختبر نفسك سؤال ثلاثة كيف يدخل الهواء إلى الرئتين وكيف يخرج منها سؤال أربعة ما هي أثار التدخين في الجهاز التنفسي والدوران أتمنى أن تستمتعوا في حل هذا النشاط وتذكروا طلابي وطالباتي عليكم بالتغذية الصحية وشرب الماء وممارسة الرياضة ودمتم سالمين فمعن الله ترجمة نانسي قنقر